موسيقى دخل عامنا الجديد الالفين وستة عشر ولعامنا الجديد نقول بأي حال عطى بما مضى أم بما فيه تجديد منذ ما يزيد عن أربعين عاما ومشكل الصحراء قائما بل حتى وأكثر من هذا إذا ما عدنا إلى فترة الاستعمار اليوم ونحن في العام الفين وستة عشر الكل يتطلع إلى المستقبل المستقبل القريب جدا بعد الأحداث التي شهدتها سنتنا الماضية الفين وخمسة عشر هي كانت بمتابة العام الحاسم والذي فيه أقدم المغرب على مجموعة من الخطوات المهمة لحسم ملف الصحراء الملف لم يحسم بعد صحيح لكن ما عشناه خلال العام الفين وخمسة عشر من محطات جعل الكل يترقب وينتظر هذا العام الجديد الفين وستة عشر هناك من يقول فالفين وستة عشر هو بداية الحل النهائي لمشكل عمر طويلنا نحن هنا في حلقتنا الأولى من العام الفين وستة عشر من العاصمة نعود لأبرز أحداث العام الفين وخمسة عشر فيما يتعلق بقضية الصحراء وأن نستشرف العام الفين وستة عشر وأبرز ما يحمله لهذه القضية الوطنية الأولى أهلا بكم من العاصمة من العاصمة اليوم يسعدني أن أستقبل دكتورين باحثين ومتخصصين في شؤون الصحراء بداية في حمد عمر حدد مساء الخير مساء الخير أنت دكتور في القانون العام والعلاقات الدولية ورئيس مصلحة الشؤون القانونية بمجلس النواب محبا بك وإن كنت لا تحضر بهذه الصفة الأخيرة فقط للتعريف بك أنت معنا اليوم كمتخصص في شؤون السياسية أكثر معنا أيضا دكتور خالد ييموت مساء الخير مساء الخير مرحبا بكم مرحبا بك أنت أيضا دكتور في القانون العام والعلوم السياسية وأنت أستاذ باحث بجامعة محمد الخامسة أهلا بكم ضيفي قبل أن أدخل معكم إلى ملف الصحراء وأبرز ما عرفه الملف خلال العام 2015 وما ننتظره في العام 2016 وإذن أخذ تعليقكم عن القضية الأبرز خلال الفترة الأخيرة في المغرب ككل وربما أيضا من خلال توجهاتكم السياسية المختلفة باعتبارك عمر الحدد مع حزب الاستقلال سي ييموت من حزب العدالة والتنمية وإن كنتم أيضا لا تمثلان الحزبين هنا لكن فقط للتعرف بكم أكثر الكلية تحدث عن قضية أساتذة المستقبل الأساتذة المتدربين كما يسمون أنفسهم أو طلب المتدربين كما تسميهم الحكومة والقضية التي أخذت منحا كبير ومهم وذات بعد وطني وستراتيجي له وهو واقع مهم في المرحلة الأخيرة سي حمدي عمر أحدد ما موقفك من هذه القضية؟ أولا شكرك سي كريم على الاستضافة الكريمة اليوم وشرفنا الحضور إلى جانب أخي ورفيقي الدكتور خليد ييموت في قناة العيون الجهوية موقفي بالنسبة لأساتذة الغد هم أساتذة الغد وعلى أنه التضامن الكامل معهم التضامن الكامل معهم في هذا المجال نظن أنه في مطالبتهم بحقهم وفي نفس الإطار لا يمكن لأحد أنه يقبل طريقة التعامل الأمنية التي تمت مع مظاهرات سلمية يعني ما كان على الأقل الذي ظهر من هذه المظاهرات على أنها ما كانت متوجهة أعمال عنف وقيام بعرقلة السير العام الحكومة كان عندها طريقة هي على أنها تقوم بالتكوين أما بالنسبة للتوظيف يأتي فيما بعد يعني فصل التكوين عن التوظيف هذا كان قرار حكومي وربما هذا القرار كان حتى في المحاضر وفي العقود التي وقعهم عليها قبل التحاقهم بالمراكز ولكن اليوم الجانب الاجتماعي يجب أن يحضر الجانب الاجتماعي في معالجة هذه القضية أولا لابد من فتح باب الحوار مع أساتذة الغد ثانيا لابد من التركيز على الجانب الاجتماعي وطلب عائلات أفنت عمرها من أجل تكوين مجموعة من أبنائها دخلوا مراكز التكوين ويتدربوا فيها فبعد التكوين يجد أنفسهم بدون عمل هذه المشألة يعني اجتماعيا غير مقبولة نسمع رأيي دكتورة يينوت بسم الله الرحمن الرحيم أولا شكرا على الاستضافة شكرا لقناة العيون في الحقيقة هذا مسألة الأستذة الآن أعادت بشكل من الأشكال مسألة تعليم المغربي المغربي الواجهة وأنا أعتبر أن تعليم في المغربي كسياسة عمومية لحد الآن لا يخطو خطوات كبيرة لذلك نرى في كل مرة في كل مرحلة تاريخية تظهر أزمة من الأزمات الأزمة الحالية التي تختصى الآن في فعل الأستذة أظن أن الأستذة الآن أو السلوك الأستذة يعبر عن هذه الأزمة التي يعيشها التعليم وأرى أن السلوك الاحتجاج السلمي يتماشى بشكل كبير جدا مع مشتجد الدستور 2011 مدام الأشكال السلمية فهي مقبولة ولا يجب أن تتجاوز الحكومة هذا الجانب الحقوقي المنصوص عليه دستوريا أنا معاه فصل التكوين عن التوضيف وأن تلعب مراكز التكوين الموجودة الآن على مستوى المغربي على الأقل المستوى عدة جهات دور كبير في تخريج أطور تربوية مؤهلة وصلا أن هذا المراكز التكوين تعيش نوع من البطالة وإن كانت حاولت الوزارة في 2012 أن تتجاوز هذه المشكلة أنا أبدأ معكم بالتعليق على هذا الموضوع لأنه كان الحدث الأبرز الذي أغلقنا به العام 2015 وافتتحنا به أيضا العام 2016 وله بعد وطني مهم جدا من الشمال إلى الجنوب لدى فئات مهمة من الشباب أجد تقارب في توجه هكما معا تضامن مع أساتذة الغد لكن من الناحية الأخرى هناك مجموعة من المعطيات الموضوعية التي تتحدثون عنها فيما يتعلق بفصل التوظيف عن التكوين وهذا هو مربط الفرص وهذا هو مربط مكمن الخلاف فهنا عندي سؤال استغرابي لكم معا كيف لكم أن تكون متضامنين مع الأساتذة ومدافعين عنهم وهم أساتذة يطالبون بالتكوين مع التوظيف وفي نفس الوقت تنتصرون لمسألة فصل التكوين عن التوظيف بالنسبة لفصل التكوين عن التوظيف هذا خيار طالق من 2007 وكان هذا التصور جاهز وحاضر فبالتالي كان العملية التي تتم بها الالتحاق الطلبة الأساتذة بمراكز التكوين كانت تتم خلال توقيع تلك العقود أو توقيع الاجتزام هذه المسألة واضحة فيها إلا أنه وكان من الجيد أن تقوم مراكز التكوين بأداء خدمة هذه الخدمة يمكن تطلبها حتى مؤسسات التعليم الخصوصي تحضر بحيث يفتحها المجال لحملة الإجازة وحملة الشواهد في أنهم ببغية التحاق بالتكوين بالتعليم الخصوصي مفروض أنهم يجتازوا فترة تدريب داخل مراكز التكوين بالتالي من هذا المعطى أما من الناحية الأخرى التي تتعلق بأساتذ التعليم العمومي فمفترض على أن الأستاذ شخص قبل أن يلتحق بالتعليم العمومي مفترض أنه يتلقى تكوينه في هذه المراكز بالتالي في هذا المجال نظن أنه من الصعب فصل التكوين عن التوظيف بخصوص الذين سيتوجهون إلى التعليم العمومي أما بالنسبة للذين التحقوا أصلا بالتعليم الخصوصي وتقوم مدارسهم ومؤسسات تعليمية بإلحاقهم بهذه المراكز من أسجل تلقي تكوين بيداغوجي وتكوين على التدريس في التعليم الخصوصي هذه مسألة عادية خالد ييمون كيف يمكن أن تدعم الأساتذة في احتجاجهم وأن تقول أيضا في نفس الوقت أنك مع فصل التكوين عن التوظيف الأمو الذي يطالب أو تطالب به كل هذه الفئات من الأساتذة في الحقيقة نرجع قليلا إلى الوراء في سنة 2010 كانت هناك توجه الوزارة التربية الوطنية عبر مشروع قانون يسير في هذا الإطار لكنه تم التراجع عنه لظروف معينة فعودت هذا القانون بهذا الشكل كذلك فيه نوع من التسرع لأنه كان من الأجداء أن تكون صورة واضحة عبر مرسومين منفصلين المرسوم الأول يتماشى مع منص عليه قانون المانية من ناحية مناصيب الشغل وأن يتم إضافة ما يمكن إضافته من متدربين آخرين على أساس فصل أو مرسوم آخر أو قرار وزاري حتى ينظيم هذه العملية وبالتالي نكون أمام صورتين أو على الأقل تنظيمين قانونيا واضحين لا يخلقان هذا الارتباك الذي حصل على جهة نظر قانونية للمتدربين أو جهة نظر قانونية للحكومة أظن على أن وزارة التربية الوطنية محتاجة إلى تصور أكثر جديا من ناحية التنظيم القانوني وهي تتحمل نوع مسؤولية في هذا الارتباك الذي حصل وأظن أن هذه المحاولة كذلك لها أصل حتى في متاق التربية وتسكوين ما هو تصاوبكم للحال الآن لهذا المشكل؟ نحن أمام مشكل كبير اليوم مشكل كبير مشكل يهدد بسنة بيضاء طلب على ما أظن أن أساتذة الغد هم مصرين على مقاطعات الدراسة حتى يلغاء المرسومين في هذه الحالة سنكون أمام السنة بيضاء يعني السنة المقبلة ستكون هناك مشكلة في الإلحاق وإيجاد أساتذة جدود في مؤسسات التعليمية بالتالي الحل يكم في الحوار جلوس جميع الأطراف من أجل الحوار ثم لا يتم فرض المرسومين بهذه الطريقة يتم منع من الحوار ومنع من المرونة من الطرفين أظن أن الحكومة في ورطة كبيرة لماذا؟ لأن وزارة التربية الوطنية وجهت هذه السنة نقصة 8000 أستاذ وتعطيل هذه العملية التدريب والإلتحاق الأساتذة بالنسبة لها مشكل كبير قد يخلق فجوة لـ 11 ألف أستاذ قريبا في الموسم المقبل بالنسبة لي وجهة نظري على أن المرسومين أن يلحق بهذا المرسوم أو القوانين المنظمة الآن مرسوم آخر يفصل بشكل مهني وقانوني بين تضيف والتكوين لأن هذه القوانين الموجودة الآن غير واضحة في هذا المجال طيب لننهي الحديث عن هذا الموضوع أليس الأساتذة بالأصل مخطئين؟ أراكم معنا في تجاه الأساتذة سألعب دول الحكومة أو على الأقل خطاب الحكومة الذي هو أيضا خطاب واضح تقول لك الحكومة سواء على لسان وخصوصا على لسان رئيسي عبد الإله بن كيمان الذي تابعنا في جلسة الأسئلة الشفوية أثلت الماضي في مجلس المستشبين أن الأمر كان واضح من البداية وهذه الطالبة كانوا على علم لدى ولوجهم لمراكز التكوين أنهم لن يتم توظيفهم بشكل مباشر وأنهم سيتلقون المنحة المنصوص عليها اليوم ولكن مع ذلك التحقوا بالمراكز على أساس توافق واتفاق مع الحكومة اليوم انقلبوا عليه طبعا هذه المسألة هي من ناحية القانونية نظرة اجتماعية إذا كنا نتذكر فهناك لأننا نحل كل المشاكل بطريقة اجتماعية يجب احترام القانون في نهاية المطار في النهاية يجب احترام القانون لو تحدثنا عن المقاربة الاجتماعية هناك في المغرب فئات اجتماعية أكثر حاجة من الطلابة إذا تابعنا دائما الجانب الاجتماعي قد يتم استخدامه حتى أمام الجريمة والسرقة والمخالفات القانونية بالنسبة لهذه المسألة أنا حينما أتحدث عنها اجتماعيا أنا حينما أتحدث عن وضعية الطلبة بالأساس الذين سيتلقون تكوين مدة سنتين ثم بعد نهاية التكوين سيجدون أنفسهم بدون عمل ليس كلهم سبعة ألاف سيتم توظيفهم ثلاثة ألاف كما قال رئيس الحكومة لذيهم ثلاثة أو أبعاد خيارات إما الالتحاق بالقطع الخاص إما يطلق مبادرات ذاتية إما الهجرة لو استطاعوا لها سبيلة وإما جهاز امتحان الولوج في العام الموالي هذه المشألة التي تحدث عنها هي مشألة قانونية واضحة لكن المشكلة هي ما بعد تدخل الأمني الأخير ما بعد تدخل الأمني الأخير وما بعد الأحداث التي حدثت في الجقان وفي القناطر وغيرها من المدن أصبحت الأمر مشألة رأي عام طيب هناك نفس المتضامي قبل أن أعود لدكتور إييموت أليس الطلب الأساتداء هم من بحثوا عن ذلك وهم من خلفوا القانون من البداية بقرارهم الخروج في مسيرات غير مرخصة لها نتحدث عن قانون التظاهر والمسألة واضحة وقفة احتجاجية لا تتطلب ترخيص ويكفي إخبار في حين المسيرة لابد لها من ترخيص لم يكن لهم ترخيص وكانت هناك عرقلة لسير العام بعد ذلك السلطة التقديرية في التدخل من عدم هناك تحقيق تم فتح من قبل الأجهزة الأمنية ننتظر نتائجه لكن ألم يخالف الطلب القانون أصلا وكان لابد من تدخل لمنعهم لكن التظاهر تم بشكل كما رأينا على وسائل التواصل الاجتماعي رأينا أن التظاهر تم بطريقة سلمية وهذا لا يخالف روح دستوري 2011 تظاهر سلمي عدم أحداث تخريب أو افتعى المواجهات بطريقة مباشرة يكفي تواجه في الشارع العام لإحداث عرقلة لسير العام هذه المسألة لم نشاهدها بالتالي على أن ننتظر نتائج تحقيق الذي فتحت الإدارة العامة للأمن الوطني بأمر من رئيس الحكومة لنعرف الحقيقة لتنجيل الحقائق أمامنا ولكن المسألة هو أن الأساتذة حين خرجوا إلى الشارع كان اقتداء بأسلوب سابق استجابت له الحكومة ويتعلق بالأطباء الداخليين والمقيمين نفس الشيء حدث مع الطلبة هنا ببعض فرق في المسألة الطلبة الأطباء لما خرجوا هنا في العاصمة وهذه كانت خطتهم وسبقا لأن حاورتهم نحاول أن نتنظم بأن تكون مسيرتنا مسيرة عادية لا تكون في الشارع ولكن على رصيف بحيث لا يتم عرقلة للسيارات ولا وسائل المواصلة عكس ما حدث مع الأساتذة لتواجدهم في الشارع هو في حد ذاته مشكلة لأن الناس عندهم أغراضهم هناك سيارات إسعاف سيارات أمن ووصلات عمومية في خالد ييموت لم يبحث الأساتذة أو الطلبة عن هذا لأنه كما تقولان وتؤكدان قانونيا الأمر محسوم وواضح بدلل أن أيضا أنهم لم يلجأوا إلى القضاء حتى الآن على الأقل فبحثوا عن هذا الاستفزاز أو نقطة الانفجاع أو إحداث الفوضى الحق هذا سلوك الأساتذة لا بد أن نربطه بالتظاهر سلم ليس تظاهر مسلاح أو أنه على الأقل فيه هذه كم ستكون مصيبة لا في التظاهر السلمي بالرجوع إلى الدستور حتى النوع من توسيع أو على الأقل تقدم مغرف حقوق الإنسان لا بد أن نراعي على أن هناك مصاطر نحية القانونية يجب أن ترتزم بها الحكومة لفض هذا النوع من التجمهورات السلمية أنا أظن على أنه ما شاهدناه كذلك في الحق من وسائل التواصل الاجتماعية أن الحكومة لا في إنسجان ولا في غيرها أو مدينة أخرى لم تكن مصطرة كما هي في الحقيقة لأنه أن تستعمل ضرب على الرأس ليس أن تستعمل مثلا المياه العادمة وهذه إمكانية كانت موجودة ومتوفرة لو كانت تتكون أحسن بمعنى آخر أنا أريد أن أخل على أن هذا السلوك الأساتذة وإن كانت تصور أنه فيه مجموعة من الأخطاء فللأسف الشديد أن السلطة الإنفيذية قابلتها بمجموعة الأخطاء كذلك وبالتالي أرى أنه ممكن إن قادم وجهت طرفين بالخروج بسيغلات الفرق لا يمكن أن يختلف إثنان على أنه الجميع سيكون ضد تعنيف المواطن المغربي كان من كان فما بالك بالأساتذة ومنقبة المجموعة من دون أساتذة لما كنا نحن هنا اليوم لما كانت لنا لا صناعة ولا اقتصاد ولا أي شيء فضل الأساتذة كبير جدا معروف لكن لهذا ننتظر حتى نتائج التحقيق وإن كان هناك ربما مغالط في استعمال العنف لإيقاف ومنع هذه التظاهرات لكن أعود لأسألك لأنه ما زال ما أخذت عنك جواب ألم يبحث هؤلاء الطلباء عن المشكلة؟ دائما الحركات الاحتجاجية تبحث عن تسويق نفسها وقد تلجأ إلى أساليب ليست ضرورة سوقوا أنفسهم كضحية وربما هم ليسوا كضحية على كل حال الفعل الاحتجاجي من ناحية الاجتماعية دائما يبحث على وسائل الضغط وهذه وسائل الضغط قد تكون منظور الفعل الاحتجاجي الصحيحة ومنظور الدولة غير صحيحة لذلك هذه الأمور عادية وتحدث في دول متعددة وفي مدن المغرب متعددة نقطة آخرة لنغلق هذا الملف ألا يمكن أن نقول هنا بقولتين القانون لا يحمي المغفلين ولا نحسب أساتذتنا مغفلين أو أن نقول على الأقل القانون فوق رأس الجميع من أعلى جهاز في الدولة إلى آخر مواضح أليس القانون حاسما وواضحا في قضية مثل هذا وفي ملف مثل هذا اليوم؟ القانون حاسم قانون واضح ولكن كما أعيد وأكرم أنه يجب فتح حوار بين الحكومة وبين الأساتذة يجب فتح حوار والخروج يعني بتسوية تحفظ ماء وجه الجميع وتحفظ أيضا على أنه ما يكون لدينا سنة بيضاء وأيضا على أننا تلافى ما حدث في تدخل الأمن الأخير وأيضا بربط كما بدأ دستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة سواء أخطأ الأساتذة أو أخطأ الرجال الأمن يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة هذا ما بدأ دستوري منذ الدستور الجديد أنا أظن أن الحكومة ستكون مضطرة كما الأساتذة مضطرين إلى جيد مقطع الالتقاء قبل أن يمروا إلى المسألة التي فيها ضرر للجميع وهي السنة البيضاء السنة البيضاء بالنسبة للدولة مشكلة كما للطالب المتدربين مشكلة فأنا أتصور أنه ستكون هناك مساحة حميدة بين مزدوجة تسايلين بين الطرفين نسمع أن يجدوا الحل على أي حال ووجب التوضيح من جديد لا أنتصل للحكومة ولا أتحمل على الأساتذة لكن فقط لأن توجهها كما معا كان أكثر انتصارا للطلبة فكان لابد من أخذ رواية الأخرى نتمنى كل التوفيق لأساتذة الغد بل أن يتم تحسين تكوينهم وتعامل معهم بطريقة أفضل وأن تكون أفضل حتى ربما من كل فئات المجتمع الثانية لأنهم من يعطون أجيال الموسط هم عماد المجتمع نتمنى لهم كل التوفيق على أي حال نحن معكم مشاهدين على قناة العيون من العاصمة نفتح الآن ملف الصحراء أهلا بكم من الجديد بعد ما يزيد عن أربعين عاما وقضية الصحراء تتخبط بين حل قريب جدا وآخر يبتعد مد البصر حتى قيل المشكل سيضل هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وبين قائل الحل ربما يكون غدا بين هذا وذاك جاء العام 2015 وجاءت معه مؤشرات تقول أن المغرب ماضي في حل هذا النزاع إن لم يكن بتوافق مع البوليزاريو والجزائر فمن جانب واحد على الأقل وذلك ببناء الصحراء وتنميتها ومنح الصحراويين اليد من أجل تسيير شؤونهم الداخلية والاستفادة من خيراتهم المحلية معي هذا المسأل لمناقشة الموضوع دكتور حمدي أعمار حدد مرحبا بك من جديد ودكتور خالد ييموت أسأل خير مرحبا وأنتم دكتوران في القانون العام والعلاقات الدولية والعلوم السياسية ومتخصصين في شؤون الصحراء أبدأ معكم بأبرز أحداث العام 2015 وأسألك حمدي أعمار حدد برأيك ما هي المحطة الأبرز التي كانت في العام 2015 فيما يتعلق بشؤون الصحراء وهذا الملف بالنسبة للمحطة الأبرز التي شهدتها المنطقة يمكن أن نقسم هذه المجموعة من المحطات البارزة يمكن أن نقسمها إلى بعد دولي ثم بعد داخل بالنسبة للبعد الدولي كانت السنة هي سنة أزمات سنة انطلقت بأزمة أعطيني أولا حدث الأبرز أحدث الأبرز كان هو الزيارة الملكية لمدينة العيون ذكرى المسيرة بمدينة العيون وتوجيه خطاب من مدينة العيون ثم إقرار النموذج التنموي للأقالم الصحراوية والذي سيكلف حوالي 77 مليار درهم وهو برنامج تنموي كبير للغاية برنامج من شأنه يفتح أفاق لحوالي 120 ألف منصب شغل على مدى عشر سنوات ما بين 2015 و2025 الحدث الأبرز في المنطقة كان هو هذه الزيارة لأنها كانت لها حتى تدعية دولية من حيث موقف جمعة البوليسياريو وموقف الجزائر وحتى جميع المواقف التبطت بالزيارة كان لها تأتيب على الملف دكتور خالدي يموت مرة أخرى أجد نفسي متفق معها لأن الزيارة الملكية جاءت في وقت وهو دلالة ورمزية تاريخية سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الدولي وكذلك جاءت الزيارة لتعلن حسب رأيي بداية جديدة غير تقليدية في التصور المغربي لقضية الصحراء بالتالي يمكن أن يعتبر هذا حدث تاريخي كبير جداً ليس بالنسبة للسنة فقط ولكن يبدو أنه في المستوى المستقبلي سيؤرخ بهذا الحدث بشكل كبير طيب العام 2015 يقال بأنه عام استثنائي وخاص من حيث عدد وكم الأحداث التي عاشها فيما يتعلق بالصحراء ومدى تأثيرها على مصاب هذه القضية فمن البداية حيث كشف الاتحاد الأوروبي تلاعب الجزائر معها البوليزاريو بالمساعدة الإنسانية الموجهة لساكنة المخيمات إلى نهاية العام واحتفال المغاربة الخاص بذكرى المسيرة الخضراء ما الذي يجعل هذه السنة مفتاح الحل كما يقال وهل تتفق بداية سيحمد عمر حدد على أنه العام 2015 كان بمثابة التحول النوعي فيما صار القضية أولاً بالنسبة للعام 2015 هو عام كان الجميع يترقب على أنه عام استثنائي لماذا؟ لأن بانجيمون في تقريره سنة 2014 وأيضاً السفير كريستوف الروس كان عبره أن 2015 ستكون وسنة الحسم لقضية الصحر بالتالي الجميع كان ينتظر هذا الحسم الذي سيحدث في قضية الصحر لأنه ظهرت أحداث أخرى أنه القرار 22-2018 الذي صدر في بريل 2015 جاء قرار روتينياً عادياً فقط التمديد ونفس العبارات التي وردت في القرارات التي سبقتها لأنه لم يكن هناك حدث مهم ثانياً أن الجوالات المكوكية وهي الاستراتيجية التي تعتمدها سفي كريستوف الروس من أجل إيجاد تقارب بين الأطراف فبحث كان يزور العواصم الثلاث بالإضافة إلى تندوف كان يزورها باستمرار مدة سنة كاملة من أجل إحداث تقارب هذا التقارب لم يحدث وهذا ما نستشفه من الإفادة الأخيرة التي قدمها إلى مجلس الأمن في نهايات سنة 2015 والتي بالكاد أعلن فيها أن مهمته على شفى الانهيار وعلى أنه لم يحقق شيئاً بالتالي هو مدعو لمراجعة هذه المهمة والعودة إلى الأسلوب القديمة القائمة على اللقاءات المباشرة سنة 2015 كانت سنة استثنائية من حيث أنها كانت سنة الأزمات كانت سنة الأزمات انطلقت بالأزمة مع مصر ثم تدعيات الأزمة مع فرنسا بخصوص استدعاء مدير الأمن الوطني السيد الحموشي ثم كانت هناك أزمة مع هولندا التي رفضت التوقيع على اتفاقية الضمان الاجتماعي لتضمنها لمنطقة الصحراء ثم كان أيضاً نتائج الانتخابات الإسبانية في نهاية السنة والتي حملت حزب بوديموس وهو حزب مؤيد للبوليسان حملته إلى أن يصبح الحزب الثالث على الصعيد الوطني وبالإضافة إلى الحزب الشعبي خسر أغلبيته لم يستطع لحد الآن تشكيل الحكومة هناك أيضاً علاقات كانت متوترة مع الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي وهي علاقات يرجعها الدكتور حسين المجدوبي إلى انتخابة 2014 حينما انتخب البرلمان الأوروبي وحضرت فيه الأحزاب الراديكالية والأحزاب اليسارية وأحزاب الخضر وهي في أغلبها تؤيد طروحة البوليسان وهو ما ظهر في التصويت على التوصية الأخيرة المتعلقة بحقوق الإنسان بأغلبية 258 لصالح التوصية و251 أي أن بنية البرلمان الأوروبي قد تغيرت وهو ما يعني أن المغرب أمامه قد صعب داخل البرلمان الأوروبي من أجل تمرير مجموعة من الاتفاقيات بحيث إذا ألغت المحكمة في حالة حدث الاستئناب على الاتفاق الزراعي وألغت المحكمة كلياً الاتفاق الزراعي وانطلقت تفاوض حوله من جديد سيكون الأمر صعباً على المغرب إقرار اتفاقي شمال منطقة الصحراء من غير أن يلجأ إلى قضية التي استعملها في اتفاقية الصيد البحري سنة 2011 وهي فصل المنطقة ويظهر أن عائدات الاتفاقية فيما يخص منطقة الصحراء سوف تعود إلى سكان الصحراء أيضاً كانت لدينا مسألة أخرى هي أن الاتحاد الإفريقي قد تحرك بطريقة كبيرة مؤيدة للبوليساريو بحيث دعا الأمم المتحدة إلى تحديد وقت أجل محدد للقيام بالاستفتاء كذلك عين جواكيم الشيصاو كمبعوث خاص له لدى الأمم المتحدة مكلف بقضية الصحراء وفي إطار الأمم المتحدة أيضاً كانت كما أسلفت أن القرار من 22-18 لم يأتي بجديد بحيث أنه كان قرار روتيني لكن ما واكب القرار هو الذي لم يكن عاديد مثلاً نجد أن تصريح وزير الخارجية سيد صلاح الدين مزوار من العيون أن كريستوفر روس لن تطع قدمه العيون قال هذا التصريح في مدينة العيون كان الرد عليه من المتحدة هو أن هذا السيد كريستوفر روس هو مبعوث الأمم المتحدة ومن حقه أن يزور الصحراء أيضاً كانت هناك مسألة أن الجمعية العامة دعت إلى حل سياسي هذه المسألة أن المغرب كان يهدف إلى أن قرار الجمعية العامة لا يتضمن فرض الاستفتاء وإنما أنه يكون الدعوة إلى قرار سياسي هذه المسألة ربح المغرب أيضاً استمراراً لهذه الأزمات نشاهد أن نلاحظ أنه أخيراً السويد قرارت عدم الاعتراف بجمهورية الصحراء والتدعاء هذا كان حدث أغلقنا في العام 2015 هذا الحدث كان يثير مخاوف دول شمال أوروبا للدول الإسكندنافية كما حدث مرات متعددة أيضاً هناك الأزمة الكبيرة التي واجهتها قضية الصحراء مع كريستوفر روس الأزمة دين المغرب والسفير كريستوفر روس صحب الثقة ثم أعاد الثقة بكريستوفر روس كريستوفر روس اليوم هو المبعث الأممي ولكن عبر على شفل الانهيار هذه المفاوضات التي يقودها أعلن صراحة على أن المفاوضات المكوكية غير ناجحة لذلك قرر مجلس الأمن أخيراً أن يبرمج ست زيارات لكريستوفر روس للمنطقة وزيارتين لمجموعة تصدقاء الصحراء داخل مجلس الأمن في كل هذه الأزمات نلاحظ أن العامل الوحيد الذي كان يحسم دوماً في هذه الأزمات هو التدخل الملكي حين نعود لهذه المسألة ونربطها مع الزيارة الملكية لهذه العوامل والأحداث برأيك عمر أحداد العام 2015 له هذا التأثير في مصار القضية دكتور خالد ييموت هل تتفق بداية على كون العام 2015 هو تحول نوعي في مصار ملف الصحراء ولماذا إن كان فعلاً كذلك ما هي أبرز الأحداث المؤترة في شؤون الصحراء وما صار هذا الملف برأيك؟ أظن أن زميلي كفاني قضية التطرق بشكل مسهيب لأهم الأحداث لأنه تطرق لها بشكل دقيق ولكن رغم ذلك أنا أرى على أنه وإن كان كل هذه التفاعلات التي مرت في سنة 2015 تبدو على وجهة نظر أولية لأنها كانت فيها نوع من محاصرة للمغرب إلا أنه بالمغرب بفضل خبرة تاريخية لصراع دام سنوات طويلة أن المغرب في الحقيقة كان يخرج في كل ما يمكن أن نعتبره أزمة يخرج منها بطريقة ثالثة وأغلب الأمور يخرج بها بشكل يمكن أن نقول على أنه انتصر فيها بطريقة التعامل معها أولا لابد أن نسجل على أن المغرب مرة أو على الأقل حققها انتصار كبير فيما يخص توسيع صلاحيات المنورسو وهذا ناتج على استراتيجية جديدة بالنسبة للمغرب يتبنىها ويبدو على أن جنالة الملك بالنسبة لصلاحيات الدستورية التي تتهم السياسة الخارجية أخذ المغرب في السنوات الأخيرة ممكن أن نقول منذ سنة 2007 يتجه باتجاهات آخر داخل المنتظم الدولي وهي تشبيك العلاقات بشكل كبير جدا كان المغرب بعض التعرق الدولية وكان دائما فاعل في العلاقات الدولية يبدو على أن الملكية الآن قد فعل آخر جديد في العلاقات الدولية هي تشبيك المصالح والاعتماد على أطراف متعددة فيما يخص قضايا الاستراتيجية التي تهم المغرب ومصالح الكبرى دوليا لذلك خرج المغرب بطريقة ثالثة من قضية توسيع صلاحيات المنورسو وكانت هذه أبرز في ظني في اعتقادي أن أبرز معركة واجهها المغرب وكان كل من كانت لو مصالح ضد المغرب تقريبا تجند بشكل كبير لكن المغرب خرجت منها بشكل مهم كذلك أن نقول كذلك لأن السنة رجعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى قضية التفاوض إلى قضية التفاوض بشكل كبير بدأ أن كان روس يتحدث على الفيدرالية جاء إلى المغرب وأتامعه بورقة عرضها على وزير الخارجي المغربي وعلى سلطة في المغرب يتحدث فيها على الفيدرالية فالمغرب قال بشكل حاسم على أن قضية الحكم الداتي الموسع هو أساس التفاوض وأظن على أن الأمم المتحدة ستعود بشكل من الأشكال إلى التفاوض على أساس ما على الأقل أن المغرب يتفاوض وهو طرف قوي لا نساء على مستوها على أن يكون طرف قوي في العام 2015 أيضا والذي كان بارزا إذا ما قررناه مع الأعوام التي سبقتها كانت فيه أحداث ومحطات بارزة منها ما ذكرت سي ييموت هو الخروج من الأزمات منتصرا وإجادة التعامل مع الأزمات سواء في قضية السويد أو في التعامل الآن مع المحكمة الأوروبية والدعم الذي يلقى حتى الآن من الدول الأوروبية التي تستأنف هذا القرار قبيل تقرير مجلس الأمن حول الصحراء والاتصال الذي تلقى الملك محمد السادس من بان كيمون والتطمينات التي أعطاها الله بعد خطاب كان قوي في الذكرى التاسعة 30 للأمم المتحدة والمنتظم الدولي مع امتصاص الصدمات إن أردنا أن نقول وتحقيق نقاط إيجابية وإظهار حقيقة البوليزاري والجزائب ومتجرتهم بالقضية جاء المغرب ليكون مبادرا بعد ذلك في ست أشهر الأخيرة خصوصا من خلال المخطط التنمويل الأقلي من الجنوبية بعد دراسة أنجزها المجلس الاقتصادي والجماعي والبيئي تحول المغرب الآن للمبادرة وهذه نقطة مهمة جدا لأنه ما يزيد عن 40 عاما مشكلة الصحراء ظل عالقا هو نحن ننتظر الحل أبناء الصحراء ينتظرون الحل لا حل وجد حتى الآن المغرب في صحرائها الصحراء في مغربها إلى متى سوف ننتظر هكذا يقول المغرب فجاء المخطط التنمويل قبل أن أختم العام 2015 مع الزيارة الملكية وذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء والخطاب الملكي بحمولتها السياسية وبدأنا نتحدث الآن معكم عن الورقة الاقتصادية أنها مهمة جدا لطالما كان خلال الأربعين عاما الماضي المشكل الاقتصادي مؤترا في مصر هذا الملف الغضبون من الداخل داخل الأقالين الجنوبية كانت لهم مطالب اجتماعية واقتصادية مخيم قديميزيق نشأة من أجل مطالب اجتماعية واقتصادية حين ينتقد المنتظم الدولي المغرب في تعامله مع قضية الصحراء يكون الجانب الاقتصادي له حض وفير جدا من حيث ثنمية خلق فرص الشغل وتعامل مع الثروات الطبيعية للمنطقة هل فهم المغرب اليوم الدرس ونزله على أرض الواقع في العام 2015 بوضع خطة استراتيجية اقتصادية تنموية للقالب الجنوبية تكون حاسمة في المرحلة المقبلة؟ طبعا الملف الاقتصادي هو ملف مهم العامل الاقتصادي الجميعنا كما درسنا في الجامعة درسنا على أن السياسة تتبع الاقتصاد كي تحقق مكاسب سياسية عليك أن تكون لديك أوراق اقتصادية تفاوض بها بالتالي أن الدبلوماسية البلكية كانت تعتمدت في إفريقيا على الاقتصاد جميع زيارات الملك محمد السادس إلى إفريقيا بالأخص منها أربع زيارات سنة 2015 إلى دول جنوب بالصحراء كانت ذات طبيعة اقتصادية وكان الهدف منها هو إنشاء حزام من التحالفات اليوم المغرب هو ثاني مستثمر إفريقي بعد جنوب إفريقيا المغرب استخدم الاقتصاد في هذه المسألة على أساس أنه يكسب حلفاء يعني حليف دائم وليس حليف وقتي مثلا هناك مقارنة دراسة أخيرة تحدثت عن الجزائر والجوار الصعب تحدثت أن الجزائر قامت بإلغاء مليار دولار من ديون الدول الإفريقية ولكنها لم تستفد سياسيا من تلك الديون وليس لديها استثمارات في الوقت الذي يشكو يشكو السياسي الجزائرين دائما من الحضور الاقتصادي المغربي الطاغي في الدول الحزام أي في دول الساحل والصحراء المغرب يستخدم الورقة الاقتصادية دولية بهذا الشكل بالإضافة أننا نتبهت أنه قضية السويد تراجع السويد هو مرتبط بإلغاء اقتصاد مجموعة دخمة سويدية في المغرب تحدثت عن عربة المملكة السويدية في السنة في علاقاتها الاقتصادية ماذا عن الداخل؟ بالنسبة للأقالين الجنوية طوال 40 عام طوال 40 عام من الانتظارية يعني الفاعل السياسي المغربي اكتشف على أن الانتظارية لا تخلق شيئا حدث قديميزيك نشو حدث قديميزيك كما نعرف جميعا وأن الفئات المهمشة الفئات التي لم تستفد الفئات التي لم يكن لديها حظ من ثرواتها في منطقتها داخل أرضها قامت بهذا الشكل الاحتجاجي والذي كان شكل احتجاجي يعني إلى زالت المنطقة تدفع ثمنه إلى اليوم يعني ألام كثيرة مرة تالية منذ قديميزيك إلى حد الآن بالتالي كانت المبادرة المبادرة المرتبطة بالمشروع التنموي الأقاليم الصحراوية انطلقت بداية مع الدورات التي عقدها الكوركاس الكوركاس عقدة مجموعة من الدورات تتعلق بالتعليم بالسكن بالصحة بالمياه بحقوق الإنسان بالحكامة الجيدة يعني إذا أخذنا سلسلة الدورات التي عقدها الكوركاس هي تعالج هذا الأمر في جزئياته كل دورة كانت تأخذ موضوع أو موضوعين ثم أتى نموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه مجلس الاقتصاد والاجتماعي وهو نموذج شخص الوضع شخص يعني كل شيء موجود على الوضع من الأوضع الاجتماعي والأوضع الاقتصادي حتى وضعية الاستثمار ووضعية العقار المملك للدولة داخل المنطقة بحيث كانت هناك دراسة متكاملة قدمها سيد رئيس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لجلالة الملك فتم بناء هذا التصور الجديد الذي وقع بساحة المشوار بالعيون من قيمته 77 مليار لأن لديك السكان يعتبرون أنفسهم مهمشين دم يستفيدوا من ثروات المنطقة لديك معطلين كثر من حملة شواهد أو من غير حملة شواهد حتى هم ممنساهم يعني هناك دراسة تتعلق بكل هذه الفئات أيضا هذا النموذج الدولي هذا النموذج التنمو في حال تسويقه دولي فأنت تسويق إلى الجميع نعرف كما أسلفت منذ قليل أن لسنة 2011 اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي لم تكن لتمر داخل البرلمان الأوروبي لو لا وجود تعهد على أنه يعني بند خاص يتعلق بالصيد من الأقليم الصحراوية يتعلق بأنه الثارد العائد المالي لهذا الاتفاق سوف ينفق على السكان هذا النموذج التنمو الاقتصادي الجديد وذول قيمة المالية الكبيرة إلى أي حد هذا المخطط التنمو أو النموذج التنمو للأقليم الجنوبية الذي أعلن عنه في نواب 2015 كفيل بإطلاق مرحلة الحل لمشكلة الصحراء وسوف يطلق مرحلة جديدة تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة بالنسبة للحل وهنا وأكد أن المغرب دائما يعلن أن الحل هو الحكم الذاتي الموسع لكن المغرب لن يمنح الحكم الذاتي الموسع في الظرفية الحالية في هذا الوضع المغرب يريد أن يكون الحكم الذاتي الموسع في إطار اتفاق دولي يشمل جميع الأطراف بما فيه جبهة البوليساري بالتالي أن هذا النموذج التنموي هو مواجه إلى سكان المنطقة مواجه لخلق فرص الشغل مواجه لفك العزلة عن المنطقة من خلال الطريق المزدوج الذي يربط ما بين الداخلة وحتى الحدود وما بين مدينة تيزنيت يعني مواجه للمشاريع كبرى مهيكلة في المنطقة يجب أن يكون هناك توفق دولي حولها خالد يموت إلى جانب ما قاله دكتور عمر حداد في العام 2015 عشنا لانتخابة الجماعية والجهوية بنسب مشاركة قياسية في الأقاليم الجنوبية وهي بداية مرحلة العمل بنظام الجهوية و12 جهة في المغرب وهو ما أعلن هو الملك في ذكرى المسيرة الخضراء مع إعلان المخططة التنموي للأقال من الجنوبية وقال بأن الجهوية تبدأ من هنا من الأقاليم الجنوبية الثلاثة إلى أي حد المقاربة الاقتصادية اليوم هي الكفيلة بحل نزاع الصحراء الحقيقة لابد أن أشير إلى نقطة مهمة هو أنه حتى في الخطاب الملكي في المدينة العيون في ذكرى المسيرة الخضراء قال جلال الملك أنه كل درهم يكتسبه المغرب من طروات صحراء يستمر سبعة درهم هذا الأمور الآن ليست خطاب داخلي مغربي هناك تقارير دولية حتى لمنظمات دولية تتبيت فعلا على أن المغرب يستمر بشكل كبير جدا على المستور نسمع الأقل المغرب يستمر تقريبا كل سنة 4.6 مليار درهم هذا مبلغ كبير جدا بالنسبة له دائما يكون هو ما يستمر في المغرب بالنسبة لي أنا أرى على أنه كما قلت نحن في تحولات كبيرة والتحولات في الحقيقة فيها دائما ما هو طاغي هو المسائل الإيجابية أرى أن الدولة الآن تتجه إلى خلق نوع من الاقتصاد إلى بنية اقتصادية تنموية كبيرة في الصحراء لماذا؟ صحيح أنه كان هناك نوع من على الأقل ليس هذا وكان ممكن أن تكون مبادرة مثلا في سنة 2000 أو غيرها ولكن الآن جاءت وأنا أظل عن أنها جاءت في وقت كما أشرت أصبح الشباب الصحراوي يلعب دور كبير جدا وهذا لا يتحدث عنه بشك كبير أنا شخصي أعرف لماذا إذا نظرنا إلى البنية الاجتماعية الآن في المناطق الصحراوية نلاحظ على أن الفئة الشابة والمتعلمة أخذت تلعاب دور مهم على المستوى السياسي ولها مطالب اقتصادية واجتماعية في نفس الوقت عندما نتحدث مثلا عن المعطلين أو نتحدث عن دول شهادة العليا وضكاطرة وغيرها كذلك بنية الصحراء أخذت تتغيير كما يتغيير المجتمع المغربي من ناحية السكانية بمعنى أن الرهان القديم على رؤساء الشيوخ وغيرها وعلى الوجهة المتقدم السن أصبح الآن محط التساؤل لأن الفعالية العملية في الأرض تتعود بشكل مهم الآن للشباب من 2007 إلى الآن وبالتالي في التوجه إلى خلق نظام تنموي اقتصادي مهم ويواكي بهذا التحول الاجتماعي الواقع الآن على البنية الاجتماعية في الصحراء تنمية الاقتصادية والاجتماعية في نهاية المطاف هي الحل شرفنا على نهاية البرنامج نقطتين سريعتين قبل أن أسألكم عن انتظاراتكم للعام 2016 وتطلعاتكم لها ذكر المسير الخضراء الأربعين زيارة ملكية وصفت بتاريخية للأقلم الجنوبية للأسف لم يكتب لها أن تكتمل لظروف صحية طارئة للملك محمد السادس لا تكتمل والصحراويين ينتظرون عودته للأقلم الجنوبية لكن كان لها تأثير كبير هذا الزيارة في المنطقة ككل سواء داخل أقالبا جنوبية أو دول الجوا طبعا نتائج هذه الزيارة من شأنها تغير البنية الاقتصادية تعرف أن البنية الاقتصادية واستثمار القطاع الخاص ضعيف للغاية في المنطقة إذا استحضرنا الإحصائيات 70% من المقاولات هي صغيرة جدا ومقاولات عائلية ومحلية 29% من المقاولات هي مقاولات صغرى ومتوسطة 1% هي المقاولات الكبرى أن رأس المال لم يتكن لديه شجاعة من أجل الاستثمار في المنطقة ودائما جبال واجبا لكن بالتالي أنه الاتحاد العام للمقاولات لديه مبادرة لاستثمار حوالي 5 مليار درهم في إطار هذا المخطط التنموي أيضا هناك مسألة ترتبط بأنه هناك رقم غريب وهو حوالي 42 ألف مقاولة في المنطقة في الأقاليم هذا شيء يعني رقم موجود هذا الرقم ويقدم على أساس أنه مسجل ولكن لا وجود له على أرض الواقع لو كانت 42 ألف مقاولة على الأقل كل مقاولة إذا شغلت 3 أو 4 من الشباب تنسحبون من الوظيفة العمومية تختفي البطالة وأيضا لدينا مسألة هو أن المنطقة تعتمد على الأجور بشكل أساسي لا توجد قطع خاصة فعال لا توجد روح مبادرة كبيرة بالتالي أن أجور الموظفين هي التي تحرك الإقتصاد وأنت تتصور أن الزيارة الملكية الأخيرة سيكون لتأكثر إيجابي لولوج مجموعة من الشركات الكبرى كقطع خاص إلى المنطقة مثل شركة الضحى اليوم تستثمر في ميدان العقار من شأن هذا يشجع من أعلى الجهاز في الدولة من شأن وجود لجان جهوية للاستثمار التي ترأسها الولاة وأيضا استفادة الولاة من مبالغ كبيرة جهة العيون 7.5 مليار درهم على أية حال هناك اليوم 77 مليار درهم 77 مليار درهم سوف يشجع المقاولات في عشر سنوات سيكون الاستثمار يقارب أو يتجاوز 140 مليار درهم في الأقالية الجنوبية دكتور خالد زيابة الملك للأقاليم الجنوبية ببقائك ما تأتيبها في العام 2015 على مصاب الملف في الأقاليم الجنوبية أظن كما سلبت ذكر أن هذا بكل تأكيد هو تاريخ جديد لأنه يتوجه كذلك إلى تجاوز معضلة كبيرة عن مستوى الاقتصادي في السحراء وهو مسألة الريع تلاحظون على أن تقرير الأستاذ نزال بركة تحدث بشكل مسهب على مسألة الريع وكيف تصرف أموال كثيرة جداً بالطريقة غير منضبطة للقانون وكما أشار صديقي هناك آلاف الشركات مشجلة ولا تمارس العمل الاقتصادي من داخل الصحراء بينما مقراتها الرئيسية في الضالبضاء أيضاً تتصرف على العفاة الضالبضاء في المنطقة من الزال الملكية ستقطع مع سياسة تبيع المؤتمر بدون شك خلق العيون أو على الأقل خلق قطب الاقتصادي في الصحراء يشبه الضالبضاء وكذلك الطنجة أو على الأقل سيتجه إلى مزيد من تكريس الطبع القانوني والشفافية مسألة إدارة موارد الاقتصادية والمالية للمنطقة لننهي وقبل أن أسألكم عن الانتظار الأبرز في العام 2016 بما أنكم على الوفاق ألتقي في نقطة الخصام بينكم حزبي الاستقلال والعادلة والتنمية والصراع الكبير بينهما في الأقالي الجنوبي حتى ما بعد الانتخابات في العام 2015 كان هناك صدام قوي من جديد بين حزب الاستقلال وحزب العادلة والتنمية قبل الانتخابات واستمر إلى اليوم وحتى مع بداية العام 2016 حتى وإن كان هناك توافق بين القيادات اليوم في المركز ما زال الخلاف محليا بحكم انتمائك للحزب سيحمدي أمر أحدد كيف ترى هذا الخلاف؟ لم يكن الخلاف يعني هو خلاف مبدأ حيث أنه في الداخلة هناك تحالف الذي يحكم الداخلة اليوم ومشكل بأساساً هي تحالفة لا نتحدث على نعرف كيف جاءت الحال في المغرب لكن بين الاستقلال وعادلة والتنمية لعبة القط والفأر شريسة في الأقل من جنوبية خصوصاً مدينة العيون مدينة العيون كانت المنافسة بقية الأحزاب كانت منافسة لحزب الاستقلال ولم يكن هناك صراع شخصي وصراع مباشر مع حزب العدل والتنمية في العيون بدليل النتائج المحاقة في الانتخابات المعارضة حزب العدل والتنمية كحزب سياسي يمارس السياسة اليوم وتسير شأن العارض موفق أو لا غير موفق هو حزب كسائر الأحزاب يعني كان لديه برنامج حينما جاء لتسير دفة الشأن العام وجد أن الأمور كانت في بعض المرات تكون البرامج الحكومية مثالية للغاية مقارنة بالواقع وهو اليوم يدبر بالطريقة التدبير الممكن سيخاليد ييموت أنت بانتمائك لحزب العدل والتنمية ترى عفريت ولا تمساح لا ليس هذا لا تصنيف جديا بين الاستقلال والعدل والتنمية ما المشكلة أظن أنه موقع ما يمكن أن يسمى إعلاميا بالخصام بين الحزبين كانت معركات معركات خاطئة في الوقت الغلط لم يكن من حكمة هناك خطلة رجعة بين الحزبين في الحقيقة لا يجب أن تكون فقط خطة الرجعة بل أنا أرى أنه يجب أن تكون هناك طرق وقناطر يمر منها كل جانب إلى عمق ومنطقات الجانب الأخرى ليس على المستوى السياسي ولكن حتى على المستوى الثقافي يمكن تكون مصالحة على المستوى المركز والأمان العامة ولكن محلي في ذلك على مستوى الصحراء على مستوى الصحراء أظن أن حزب السيقل الحزب كبير على المستوى الصحراء وله سبق تاريخي كبير وحزب العدالة والتنبيع كحزب الناشئ في الصحراء يتنمس ولهو ناس جديين ونزهاء وهم يحاولون أن يضعوا موطئ قدم في الحق في أهل الساحة يجب فقط أن تكون الأمور العملية نزيهة أن تكون مصرحة الوطن أمام الجميع وليس المصالة الشخصية 2016 ماذا تنتظر باختصار شيء واحد ترى مهم وحاسم في قضية الصحراء بالنسبة للشيء الذي أعتبره حاسم في قضية الصحراء هو الوضع الاجتماعي أعتبر أنه ما دام الوضع لأنه في حالة لقدر الله حدوث انفجار في الوضع الاجتماعي كما شاهدنا في أكديميزيك نتيجة اعتصامات وإضراب طعام المعطلين في العيون وفي غيرها من المدن على أنه في حالة الانفجار سوف تكون لدينا كارثة أكثر من كارثة سوف تكون خطوات إلى الوراء سوف تعيد الملف إلى الصفر لدينا مؤسسة عملاقة كمؤسسة المكتب الشريف للفوسفات وشركة فوسبوك راع فوسفراء أعلنت عن توضيف 500 شخص لدينا تجربة سابقة معها في قضية لوسيبي سكيلز ونتيجة الوفاء لعدم الوفاء في فوسبوك راع لوسيبي لا يمكن أن تحتضن ولكن بالتالي يجب التسريع بتنزيل برامج التي جاء بها المخطط التنموي مثلا أعطيك كمثال الطريقة المزدوجة من الجنوب إلى قدير الطريقة كان ممكن البدء في تنفيذها من الصحراء حيث أن الناس يرون الأشياء على أرض الواقعة وأن كل جهة تبدأ في العداد وكل جهة تبدأ وأن كل جهة تبدأ في إنجاز الطريق على أراضيها سيخالد ييموت ماذا تنتظر في العام 2016؟ أنا أنتظر على أن أو ماذا تطلب أن يتم المبادرة به لا أنا أرى أن سنة 2016 هي مسألة التي عمليا سيبدأ فيها تغيير بشيء كبير حتى يصيق هنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة تتعلق بما نتحدث عنه في الانتقال أو الانتقال بالصحراء إلى قطب اقتصادي المغرب مفروض عليه الآن في العلاقة الدولية أن نستطيع الموقع الجهوستراتيجي المغرب حتى يكون رابط بين أوروبا التي تضعف اقتصاديا وسياسيا وتأثيرها الدولي مع إفريقيا المتنازع عليها الآن دوليا لكثرة مواردها وبعدها كذلك حتى المستوى الطاقية والمعادن والمواد الأولية 60% تقريبا من المواد الأولية إذن هناك سرع أرى أن المغرب تشبكه لعلاقاته مع سواء الهند أو الصين وغير الدول التي بدأ يتحرك معها الآن وكذلك بعض الدول بريكس أظن أن المغرب يجب أن يتحرك بأقصى سرعة لإنجاز هذا القطب حتى يكون الدولة يستعد دوره التاريخي في الربط بين أوروبا أن يكون قوة اقتصادية إقليمية وجهوية أنا ذاك سيكون استفادة الصحراويين والمغاربة وكله سيكون الأمور سنتجاوز حتى مسألة الخصوصية هناك خصوصية في الصحراء أو خصوصية الشمال ما سيكريم على المستوى الدولي فلا توقع أي جديد لا في تقرار من الأمم المتحدة لا في جوالات جيمس كريستوفر الروس حالي يبدأ من عندنا لا حتى في القرار الأممي المرتقب في إبريس وفي كل أمر هذا واضح الحل إذن من المغرب والمغرب هو من يجب أن يحسن الأمور ويجتهد من أجل بناء الصحراء هو المحافظة عليها شكرا جزيلا لكم سعد بتواجدكم معي هذا المساء كمتخصصين في شؤون الصحراء دكتور حمدي أعمر حدادة دكتور في القانون العام والعلاقة الدولية ورئيس مصلحة شؤون القانونية بمجلس النواب خالد ييموت دكتور القانون العام أيضا والعلوم السياسية والأستاذ الباحث بجامعة محمد الخامس شكرا لكم وإلى فرصة قادمة إن شاء الله شكرا لكم بهذا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من العاصمة قدمناها لكم من أرباط بستوديوات القناة الأمازيغية مع شكر لإدارتها والطاقمياتيقني وكل من سعدنا في إنجاز هذه الحلقة إلى أن نلتقي في موعد جديد على قناة العيون من العاصمة هذا كريم حضر يحييكم أطيب المنى وإلى المتحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر